طبعاً ارتفاع الأسعار أصبح شبح بيخيف الناس كلها وخاصةً لو كانت السلعة من الطر الاستيرادة من الخارج ولو كانت سلعة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها مين فينا كمصريين يقدر يستغنى عن طبق الفول؟ ما اعتقدش أنه في أي مصري فينا يقدر يستغنى عن هذا الطبق سواء حتى من الطبق العليا أو الطبق الوسطى أو الطبق الكادحة اللي كل يوم بتقف على عربة فول لتناول الإفطار اللي زاد بالفعل عليها ووصل ثمن الطبق لأسعار كبيرة بالنسبة لهؤلاء ولكن بالرغم من ده لا يمكن الاستغناء عنه لأنه يظل الوجب الأرخص واللي بتقدر تشبع المواطن المصري لفترة طويلة حتى يعود إلى منزله في آخر اليوم ده اللي دعاً لرئيس الوزراء الاهتمام بالموضوع بنفسه فرئيس الوزراء بيعقد اجتماع لمتابعة موقف توفير الفول اليابس أعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً اليوم وذلك لمتابعة موقف توفير سلعة الفول الصحيح اليابس بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة والتصلاح الأراضي وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بسلعة الفول الصحيح اليابس حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول وذلك من خلال زراعة مساحات أراضي تقدر بـ 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية أما الآن فقد وصل إجمالي المساحة المنزرعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان وهو ما يسهم في إتاحة ما يزيد عن 25% فقط من استهلاكنا من هذه السلعة الضرورية وأشار الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة ستتخذ عددا من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول حيث ستبدأ في إجراءات تصدير استيراد الكميات التي تفهم استهلاكنا من هذه السلعة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة هذا إلى جانب التنصيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول حتى يتسنى تغطية متطلبات لاستهلاك المحلية منه عبر الاستيراد إذن في كلام عن مواصفات جديدة علشان نستورد فول بيكون جيد وصحي ونقدر نستورده بأسعار مناسبة للمواطن المصري وبإذن الله في طرح لي في المجمعات الاستهلاكية لأن ربط المنزل نفسها بعد غلاء الفول وشراءه من الخارج بتلجأ إلى تحضيره منزليا علشان يكون أرخص ثمنا وطبعا أجود وأنظف عند تناوله